نقول لهم صباح الخير مشاهدين الكرام بالفعل مجد بداية عطلة رفعية ستكون جميلة اليوم إن شاء الله على كامل ولايات الوطن يعني بدون استثناء يعني تكون كاينة بعض الزوابع رمنية على الجنوب الجزائري شمال الصحراء الواحد حتى على وسط الصحة كمدينة غرداية حتى عين صالح وأدرار إن شاء الله لنهار اليوم فيما يخص دراج الحال يكون الحال داشتها تكون اليوم دافية يعني كل عائلتي قدر الجزائرية تقدر تخرج اليوم إن شاء الله يدرار اللعب إن شاء الله اليوم الجمعة فيما يخص يعني الوضعية الجوية هذه الأجواء الجميلة الرابعية إن شاء الله نقول لكل مشاهدين ستستمر يعني البداية تعطلها تكون جميلة وستستمر إلى غاية دخول فصل الرابع وين Woodsающий يكون جميع يوم الثلاثاء المقبل يعني يوحي إلى غاية يوم الثلاثاء الأجواء جميلة رابعية بامتياز رح تميس كامل ولايات الوطن بدون استثناء فيما يخص المجال الحال كيف يكون إن شاء الله لي يقول لصبيحة اليوم بي حول الله كيف رح نشوفه في الصورة استقرار الأجواء تكون اليوم مع الصباحة إن شاء الله جميلة على كامل ولايات الوطن بعض الصحب الخفيفة جدا ستخص المناطق الشمالية وحتى المناطق الجنوبية للوطن مروا لدرجات الحالة إن شاء الله هل نسجلوها لصبيحة اليوم بي حول الله كيف رح نشوفه في الصورة مجاية محسي مع صباح الحال كان بعد مع صباحة يعني على كامل المناطق الشمالية للبلاد خاصة المناطق الداخلية الشرقية نحن نشوفه الآن إن أمكن الصورة درجة الحرارة أجواء يعني باردة على العموم على كامل المناطق الشمالية خاصة المناطق الداخلية الشرقية أقول ما بين درجتين إلى غاية درجة واحدة على المناطق الداخلية الشرقية على السواحي الوطنية ما بين 6 إلى 7 درجة سواحي الوطنية أقول أما البناطق الجنوبية الأجواء كذلك نوعا ما باردة أحتراوح ما بين 8 درجة إلى 18 درجة نمر الآن لظاهرة اليوم بيقدروا يخرجوا اليوم ويشوفوا الآن في الصورة أجواء جميلة مجدة يعني أجواء ربيعية مشميسة على كامل الولايات الوطن بعض الصحب تكون خفيفة جدا يعني تكون دون فعالية ما حتمدش أمطار زوابع رملية أيضا رح تنشط على شمال الصحة وهذا لمدينة تغردايا وصنون لغاية ورقلال واد حتى على منطقة عين سالح أدرال كذلك على منطقة التمنس وكذلك حتى على خط الرابط بين منطقة إليزي وجانت فيما يخص درجات الحالة القصوى إن شاء الله نسجلوها لظاهرة اليوم مجدة الحالة رهو ده في مجدة كما تشف في العاصمة 25 بوهران حتى مصطغانم بنصاف كذلك على سكيكدا نسجلو 20 درجة بعنابة نسجلو كذلك 19 درجة بالغواطر 14 درجة بمدينة البيض 19 درجة ببيتنا يعني أجواء ربيعية بالجنوب الجزائري كذلك أجواء ربيعية نسجلو بين 20 درجة إلى غاية 37 درجة تكون كألا مقياس بأقصى الجنوب بمدينة عين قزة وحتى برج بجي مختار نمر الآن الوضعية الجوية على سطح البحر إن شاء الله لنهار اليوم الجمعة لكل عائلات تقدرين توجه للبحر يقدروا يقعدون يعني مشي كما الجمعة ليفتسي يقدرون يقدرون يقضروا شي عمون مازال البحر بارد يعني يقدروا يقعدوا على طرف البحر البحر يكون قليل اضطراب اتجاه الرياح تكون شمالية من شرقية إلى شمالية شرقية الحق سرعة الرياح ما بين 20 إلى 50 كنرمات في الساعة وهذا للسواحل الغربية وحتى السواحل الوسطى لكن على السواحل الشرقية اتجاه الرياح تكون مختلفة اتجاه تكون حق سرعتها 40 كنرمات في الساعة بالنسبة لعرض البحر إن شاء الله لنهار اليوم اتجاه الموجة تكون شمالية شرقية على طول الشريط الساحلي الرؤية من متوسطة إلى ضعيفة وعلول الموجة تحتراوح ما بين المتر إلى المترين وهذا على طول الشريط الساحلي هذا ما كان لديه مجدال فيما يخص وضعي الجوية لنهار اليوم الجمعة نقول كل تلاميذ عطلة سعيدة إن شاء الله إن شاء الله يعني بعدما كانت نتائج مرضية إن شاء الله الكامل للتلاميذ ونقول لكم يوم سعيد وجمعة مباركة إن شاء الله إن شاء الله هي فرصة للاستمتاع وفي الاستجمام شكرا لك حسيبة على تفاصيل هذه الوضعية الجوية طيب حسيبة هل من برنامج لمحمد فؤاد نعرف بلغة الأشهر الأولى لكن من حقه كذلك أن يستمتع به هذه الأجواء خلي درجة الحالة تبتفع يعني قليلا تلحق حوالي 25 درجة بشي قدر نخرج محمد فؤاد إن شاء الله إن شاء الله شكرا لك حسيبة